في واحد تقديم الحلول الطبية باستخدام تقنيات الطباعة والأتيات الأبعاد أبلز المشاكل التي نواجهها هي مشكلة فخدان الأطراف فخدان الأطراف هي مشكلة بتعاني منها في الدول العالم بسبب عمالة أطفال، حوادث، أحروب مثال بسيط في أمريكا كما في إحصائيات 185 ألف حالة في موجود سنويا عندنا في سودي ترتيب 75 ألف حالة مسجلة عام 2017 وكيفية عدد ذيار طبعاً نعرف الأسباب وهناك أثناء هناك مشكلة تانية لأن الأطرافات كبيرة كبيرة من هؤلاء الناس يعني أنني أريد أن أغير الطرف الصناعي في حالة أنني أقدرت أركب طرف الصناعي وفي حالة أنني أقدر أتحمل تكاليفه فكل سنتين أريد طرف الصناعي فهي تتكالفة كبيرة وفي بعض الحالات ما أريد أن أركب طرف الصناعي المشاكل هي أنه هناك أطراف سماعية موجودة، لكنها غاربة أحياناً كثيرة مثلاً أطراف الإلكترونية تسارتها من عشر تارد دولار متنوطانيين، يجب أن يشترك شيء زالت أنها أحياناً غير مريحة وغير قابلة لأنها تتعدى الحجم كشكل، أحياناً كنا ممناسب فنحنا استخدرنا تقنية تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد حتى نصنع أطراف صناعية تتلاف هذه المشاكل أول البروتكت قدرنا نأذنه هو الطرف الصناعي الميكانيكي طرف صناعي مصنع بشكل كامل تقريباً، هذا صوته، بشكل كامل عن طريق تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد وبمواد بسيطة موجودة محلياً وبسعر كتير، يعني السعر تقريباً 150 دولار تقريباً فقديش في فرق بالسعر فرق كان كتير كتير شاسع وكان يعني مناسب لشريحة قاعد عم تستنى الحل اللي هي الأطفال لأنه هذا الطرف قابل أنه هو كل فترة أنه هو نعدل على الحجم تبعه حتى يلائم النمو حتى نغير الطرف كلاته وما هو بقي عائق وحتى نتعاود مع جمعيات حتى نهتم هذا الشيء حلوته أنه إنا قادرين أنه نعدل على قادرين أنه نلائم الحجم اللي عمى بالشكل حتى نغير اللون حتى نغير التصميم حتى يكون مقبول من سبيلتك كان هناك بعض الحالات ما أعرف إيديو يشتغل هنا شبه يعني هنا يشتغل كان دلوشين سنين يشتغل مجال الخضراء والحمر أو هاي هذا حال كانت حال أحد الأطفال ابنو بيشتغل يشتغل على شغلة مهكينة أو شغلة أو ضربة إيديو أفرمي فشلة تماماً فليه بس عنده أصبع وإيد ومدري شلوني لو بتروله كامل إيد تبعه وعنده أصبعته من كل الطرف الصناعي تجيني أنه لدينا برامج تصميم في عنده طباعة ثلاثية أبعاد ضبطنا هذا الموضوع وركبناه لأخرى أيضاً في حتى لاحظنا أن الطفل يكون يكون أسرع استجابة هذا أول تشربة أسرع استجابة أكثر تأقلوباً وحتى مبسوط شغل هو بيستخده كبير عنده مشاكل ثاني بتقبل الحل لأنه من جديد بدأوا أقرب مع شغلة ما كانت مهم الحل الثاني هو كانز السمارت هاندل هي إيد مصنع تقليل طباعة ثلاثية لابعاده بتشتغل على إشارات العضلة كيف تتحرك من الإيد الطبيعية؟ نفس المبدأ لكن أكيد لا تصل إلى محلتها وكانت تعتمد على الطرف السمارة المصنع بتقليل طباعة ثلاثية لابعاد تتحرك عن طريق إشارة العضلات مثل ما كان يحرك إيده الطبيعية يبقى إشارة إيده تستجيب استخدمنا في زكاء صنعي هذا كان شكله المقطع الأولى اللي شاركنا فيه يعني كان هو مشروع عن التخرج وشاركنا فيه بعد المسابقة كان قادر يؤدي سبع حركات أول تجربة رائعين فإذا فيه فيديو أكام شغالة سمي تشغل منكة وشو ما سير في مشكلة قد تحرك الطرف الطبيعية وماذا الممكن إنه بحرك الطرف عن طريق إشارات لحركات مختلفة ولكن أقوى بالابتئاس قد تحرك الطرف ماذا يشغل منك؟ كان فيديو ثاني ما لا يشغل من جره هين نحنا بطلاب وعم تشغل من جره هذا كان أول نموذج من نشتغل عليه يالب أحيان وجدنا نحن أنه عملنا نحن هذا النموذج وهذا النموذج نحن كان شغلنا كتصميم كتصميم يعني ممتاح ومدعوم من جوجل ويابانا وياسيا يتركب بشكل كبير لكن لأننا نستخدمها عندما يشتغل وينزل على السوق ويجب أن يرى الناس ما يريدونها لأنهم لا يريدون أن يشتغل لأنه نحن قطينا له شاشة لمسه ويتتصل عنه وحساس حرارة وحساس ضغط ويشغل لا لا يريدون أن يكون شكله إيد وحتى ما يتحرم فنحن فدنا على برامج التصميم وبلشنا سابق التصميم الخاص بالأسفار مثال المركبة هي الحالة يمكننا الشرطة هذا الشكل الأخير يعني هو الساتور حالياً قيد التطوير للطرف الميكانيكي هو منتجه وعن نشتغل عليه الحمد لله ومتعامه مع جمعيات حتى غفره لا اللي يحتاجه الميزة اللي نطفناها يعني من طريقة المنتجات أنه نحن هم شي أنه نخففنا التكلفة تكلفة كتير عالية والحاجة عندنا كتير كبيرة زائد أنه فيه سر على التصميم وحتى فينا نحن نكونون نحن ماسكين التصميم ومستلمين هاي التقنيات بيجيني أنا المبرمج بيعمل له مثلا مثلا يعني يا سمح الله مثلا إجا حدا واحد مثلا مبرمج عنده مشكلة بقدر ميسايله الحل اللي يلائم مهنده غير مثلا النجار غير الاستاذ غير كل واحد يدلو حاجات فنحن نقدر نعدل بالتصميم والشغل ليلا مثلا الحاجة الحمد لله شاركنا بعدة مسابقات نارت المركز الأول المركز الأول بمعرض الباسي المكان المشروعي بالسنة الخمسة المركز الأول المستمدينة تمشك بمسابقة التمييز وأفضل مشهور ريادي لمسابقة غرفة تجارة تمشك حسنا طيب وين التعليم عن غود وين الانلائن كورس بالموضوع صراحة نحن ما منقول غير نحن منتجات أو فائزة أو فوائد للتعليم عن غود نحن طلابنا نفس الطبية نعم لكن هكو لكم شيء عن انتباع سلاسية لبعد؟ أبدا هكو لكم شيء عن التصميم باستخدام مثلا سويد غود؟ أطلاقا هكو لكم شيء عن الزكاة الصينية؟ مين زكاة الصينية نعم نحن بلدة الطبية لا تدخل لا تدخل لا تدخل باللغة البلمجية التي تعمل فيها بايزون لا يوجد بايزون نحن نشطير على ماتلاب وعلى سي ويعني يا لبن طيب أردوينو اللي هو كين اللي هلا الأطفال عمتخلهم كمان لا سي وليش لذلك نحن نتاج يعني نتاج العملية التعليم عن بوعد إمكان مثلا نحن نتعامل مع أستاذا نعطينا معلومة أو نفتح الله كورسيرا وهذا هذا ما أسعفني مخي تذكر وخلطته بسلايب ولحشت كل الشغلات التي نحن تعلمناها حتى نقدر نطلع بها بالمشروض يعني نصول المورس فتحنا على الهندر كورسيرا أول شيء نفتحها يعطيك ماذا ندفع مصاري ونأخذ شهادة نحن نجري نحن سمريين نحن نعرف كي يعطينا كورسيرا بعدين طلعت شيء يسمى سيديا نيورس السمبلي كبتر خيرا فتنا بقى فرم بها الكورسيرات على ذكاء صني على بايسون على اللي هو صار متاح كل شيء وعن تاخد الكورسات يعني من أحسن جامعات الدنيا فعلا فعلا ما قال أستاذ أحمد أنه اللي بيقصوك بيلاقي يوديني كمان في كورسات متاحة يعني مثلا سوالدونس ولا ذكاء صني بايسون ولا غيرهم كمان في الكورسات بتاخد كوبورن وتفتح متاحة وشو بتاخد الشهادة يعني في نحنا أنحيالنا ناخد فيها الشهادة حتى لو ما كان في الكورسات مفتوحة يوتيوب يعني الواحد لا يروح أبداً لا يعني تنص المشاكل إنه علقت معي لصة ما صبتت معي الشرح بتاعها اليوتيوب طالق واحد إندي هلو كايز شكرا الدخيل البقرة تعمل معي اشتغل الكود اشتغل الدارة اشتغل كورسة هل صار في منصات ارواق ادراك يليوه صارت لهم منصات هم تعطي كل شي هم تعطي كل شي وإذا بتكتعطي تعالع يعني فهي يعني نحنا المنتجرات اللي عملناها المشاريه اللي ساويناها هاي عملنا غير مشاريه لكن هاي أبرزه كلها هاتنا كان نكتاج فعلياً لأنه نحنا نفتح الجامعة خصوصي كاليات التقنية الهدسية تعطينا هيك مصطلح مثلاً في شي اسمه طرف صناعي في شي اسمه إشارة الضيبط بالكوت عملية مشروع بيناسبة وروح على البحر وزدوا تماماً أما انت تروي مثلاً تستنى جامعة تعطيك شغلة فاتق القيطار وشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر